وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الآية الأولى ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يفهم من هذه الآية أن الغاية أو الهدف الذي من أجله خلق الله الخلق هو عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وهذا الأصل جاءت به كل الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال الله جل وعلا في صورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وكما قال الله جل وعلا في صورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشة والسماء بناء وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فالهدف الذي من أجله خلق الله الخلق هو عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ربنا سبحانه وتعالى ما خلقنا من أجل الأكل ولا الشرب ولا أن نتزوج النساء ولا أن ننام ولا أن نعمل وإنما خلقنا من أجل عبادته سبحانه وتعالى الليلة في ناسنا في السودان وفي السودان في الجامعات النازل بيصرف الناس من عبادة الله سبحانه وتعالى ومنهم الصوفية والشعيعين والعلمانيين والجمهوريين والاشتراكيين والديمقراطيين وغيرهم نمسك الصوفية الصوفية ديل من أكثر الناس البيصرف الناس من عبادة رب العباد إلى عبادة العباد في كتاب رياض الجنة ونور الدجنة تأليف الشيخ عبد الرحيم وقيع الله البرعي البرعي ذا قال إن ناب خطب في البلاد نزيله فقل يا ولي الله اسماعيل قطب الوصال الكردفاني الذي قد خصه من ربه التبجيله شوفوا ذا قال لك في الشدة وعند الكربة والمصيبة قال لك تنادي اسماعيل الوالدة تخلي الله ذا قال لك تنادي اسماعيل الوالدة الكلام دا شرك شرك كيف؟ لأن يا أخواننا إنت لو بيجيتنا على ذلك زول زيك كذا تكون خطيتوا إله مع الله سبحانه وتعالى وربنا نهى عن الكلام دا ربنا قال وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وربنا سبحانه وتعالى يقول وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الزول البنادي غير ربنا سبحانه وتعالى البنادي له زول زيه زول بياكل وإتى بتاكل وهو بيشرب وإتى بتشرب وهو بيمشي الحمام وإتى بتمشي الحمام شوف الزول لو نادله زول زيه كده شوف ربنا قال عنه في القرآن الكريم شنو ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وربنا قال وَلَا تَدُعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ البراعي ده جاهل بأصل العقيدة والتوحيد معارض ذاته البنادو منه قال لك نادي الجماعة ديل فده يدل على جهل البراعي ذاته بالعقيدة الصحيحة بعد ذلك عنده كتاب تاني اسمه ديوان ليك سلام مني قال له سلم يا ولد للقلب البت ولد وفي صفحة أخرى قال مصطفى عركينة قال معاود علي المكروم وتتلفلاتي القلب العود مفهوم شوف الزول ده قاد بتوحيد بتاع ربوبية وفي ناس يقول لك يا أخي الزول ده مات ويقول لك الرسول قالوا اذكروا محاسم موتاكم ويقول لك يا أخي ما تتكلفوا في الناس ده حديث ضعيف ساكن شوف الزول لو مات ذاته خلي حي لو مات وقال باطل والباطل بتاعه ده انتشر بين الناس إت تجيب بيسمه وتبين الباطل بتاعه وتردع له أولي الدليل شنو في صحيحة الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر بجنازة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى الناس عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت 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 ثم مر بجنازة ثانية فأثنى الناس عليها شرا كلموا فاب السوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت 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 الصحابة رضي الله عنهم قلنا يا رسول الله مر بجنازة أولى فقلت كذا وكذا وكذا ثم مر بجنازة ثانية فقلت كذا وكذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فقلت وجبات لها النار أنتم شهداء الله في الأرض وتلا عليهم قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة نحن بنشهد أن البرعدة خرب عقايد المسلمين وفي المسلمين هنا في السودان شوف الزول اللي أعتقد أنه غير الله بيخلق دا بخالف القرآن الكريم شوف اللي بيخلق هو الله سبحانه وتعالى براو وحده لا شريك له ربنا قال في صورة الزمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكل يا أخي ربنا قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نضفة في قرار مكين ثم خلقنا النضفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخرا فتبارك الله أحسن الخالقين هذا خلق الله الجبال دي خلق الله والسماوات خلقنا الله والأرضين خلقنا الله ونحن كلنا خلقنا الله والحيوانات خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه خلقوا شنو الشيوخ دي ما خلقوا أي حاجة فالصفية دي أخوانا دارين يخربوا عقايد المسلمين فواجب على الناس أن يتكلموا فيهم بأسمائهم فالصفية دي دارين يربطوا الناس عديل ما بربطوك بي الله يربطوك بالشيوخ بتعنهم دي هذا واحد قال قال سيدي حسن واتحسون بكم سيدك الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما السيد الله قال سيدي حسن واتحسون بكم حسن فوق الكون متحكم قال حسن ينطقل متبكم قال حسن نافي للكبر وجور قال حسن أحيا الميت المقبر إنت قال بيقولوا الكلام دل شنو يعني عشان إنت تخافن الجماعة دل وما تخاف من ربنا سبحانه وتعالى هذا واحد تالد اسمه محمد سعيد القادري عنده كتاب اسم الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية يهند اللي قاعد هنا يهند اللي قاعد بياي قال مريدي لك البشرى تكون على الوفا إن كنت في هم أغذك بهمتي كفتا قال ليه كنت تكون وفي للشيخ دا قال ليه كنا بغيثك في وقت المصيبة وفي وقت الشدة قال أنا لمريدي حافظ ما يخافه قال وأنجيه من شر الأمور وبلوتي قال وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكون حاضرا الميزاني يوم الوقيعة قال إلت لو كنت زون وفي كنت زون خالص وكذا قال الشيخ دا بعدين بيكون معاك يوم القيام في الميزان يعني ربنا بيظلمك يعني يفهم من الكلام دا إنه بعدين بيكون قاعد في الميزان يعني لو الله ظلمك الشيخ دا بيقول لي يا الله الشيخ دا دعمتها ليه كذا وكذا وشوف دا كلام أي ناقض القرآن الكريم ربنا قال ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فدنق علم المتصوفة بالقرآن وبالسنة ومن أقواله وبعدين نحن عندنا فرصة للراي والراي الآخر فهي زول صوفي هيجي خوش طوال نحن بنقبل النقط العلمي فذين من الناس اللي بيخربوا عقايدة المسلمين بعد ذلك جوى الجامعات من الناس اللي بيخربوا عقايدة المسلمين العلمانيين والعلمانية باختصار شديد هي بمعنى دنيوي أو مادي ما عنده أي علاقة بالدين دنيوي أو مادي أو بمعنى آخر مبسط ليس بديني أو ليس بروحاني والعلمانية أخوان هي حركة تهدف إلى نقل الناس من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بالدنيا للعلمانية وهم ذاتهم بيقولوا العلمانية تقوم على أو بيقولوا يجب أن تقوم الأخلاق والسلوك على أسس غير دينية هذه الكده دارين الدين ده بيجاي وده مذهب من المذاهب الكفرية ليه يا أخواننا لأنه يا أخواننا العلمانية تهدف إلى فصل الدين عن الدولة في كل النواحي من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية ومن الناحية الإجتماعية وغير من المجالات دارين يفصل الدين عن الدولة وأن العلمانية دي أخواننا نشأت في الغرب النصراني كان الغرب النصراني أخواننا في بيئة دينية متردية جدا ده لما اندخل التحريف والتبديل والتغيير في الإنجيل الذي أنزله الله جل وعلا على عيسى عليه الصلاة والسلام لما النصارى حذفوا وبدلوا وغيروا الدين اللي نزل لربنا من السماء على عيسى عليه الصلاة والسلام بعد ذاك العلمانية بدت تنشأ في الظروب تحت الدين المتردية دي ليش يا أخواننا؟ لأن الدين يا أخواننا كان بيتصادم مع مصالح الناس الدنيوية وكان بيتصادم مع الحقائق العلمية فكانت الكنيسة بتحاكم العلماء والمخترعين والمكتشفين كانت بيتحاربون وحتى إنه يبقى تعدم بعضهم وبتدخل بعضهم السجون من غير ذنب يتلوك مكتشف أو عالم طوالي يدخلوك السجن يأعدموك ومن هنا دي دي كانت ثورة الكفار لقوا هنا شرارة كده عشان ينطلقوا منها تجاه الدين فقاموا طلعوا طوالي اخترعوا العلمانية وطلعوا خروج على الدين ومن الزمن داك لحد الليلة هم ما دارين كلمة الدين بغض النظر إذا كان دين إسلامي ولا غير إسلامي بس سيح حاجة يسيما دين بيقول لك إحنا ما دارنا والعلمانية أخواننا بتنقسم ليه قسمين قسم بينكر وجود الله سبحانه وتعالى ديرز الشيوعيين وأغيرهم والعلمانية التانية القسم الثاني هم دين البنات وبيفصل الدين على الدولة يعني مثلا وقل لك الدين دا نحن ما دارنا يدخل في الحياة بتاعتنا وهم بيعترضوا أكتر حاجة على الحدود الإسلامية يعني مثلا حد الرجم وقل لك ياخد حد قاسي جدا بس بالفلسفة ساكن حد قاسي وقل لك حد الزنا يجلدوه مية جلدة ويغربوه عام وقل لك دا ما دا حد قاسي برضو فلسفة ساكن ويقول لك كون الزول يسرق ويقطع يدوه وقل لك دا حد قاسي شفت هسي السرقة الحاصلة وما تعرفوا كده والناس بقول لك القطة السمان وما تعرفوا كده هدي هم العلمانين ديل نقدهم للكيزان ها في الحاجات دي التعارف هسي لو زول سرق والسرقة دي بلغت النصاب وقطعوا يده تاني ما في زول بيسرق ذاته وتاني العلماني ما بيلقى فرصة يتكلم والعلماني المخلي يتكلم شنو يقول لك الفساد وما الفساد او كده وكده ده هو عامل فا مصلح عامل فا مصلح ويتا ذاتك فاسد تلقاوا حالق لحيته وجلابيته جرب الوطا وبنطلونه وذاته ما قاعد يلب جلابي شفت ها تلقى بنطلونه جرب الوطا وتلقاوا ما بمشي بصلي مع الجماعة وتلقاوا ما بقرأ القرآن الكريم كده تصلح نفسك أول حاجة بعد ذاك صلح المجتمع إتا دير تصلح الناس ويتا فاسد يا واعظ الناس عظ نفسك وغير تقيين يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض تزول مريض كده تصلح نفسك أول حاجة بعد ذاك المجتمع ده ها بيصلح تلقائيا تلما تبقى زور صالح الزور الثاني داك بيشوفك انت زور كويس فبيبقى كويس والعلمانين ديلي يا أخواننا البنادو بيفصل الدين على الدولة الدين عمل لك شونيت عشان تفصلوا يا أخي الدين للمسلمين بمنزلة الرأس للجسد هست لو شالوا رأسك ده بتحية أو لو فزول قالوا يا أخي نحنا بنقطع رأسك بيعشم تاني في الحياة بيقولنا تاني ببقى بحيا وكده والدين يا أخواننا للمسلمين دين أعظم من الكلام دا الدين عمل لك شونيت عشان تفصل إتا فاهم الدين غلط إتا ما عشان الكيزان تي ترفض الدين ما تقول الكيزان سرقوا الدين الكيزان ما بيمثلوا الإسلام الصحيح إتا كان دير تنقد نقد صحيح مشاقل القرآن الكريم وقرأ سنة لو لقي التناقد تعال ناقش الناس في الكلام دا فيأخواننا العلمانين ديلي ما عندوا ني موضوع عرفتا بس ناس بيقوموا على التنظير بس يجو يقول لك دا الدين نحن نقول لك الدين دا ما دار إنا تقول لك دين ما لو يقول لك عمل وعمل 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 وسوى وفي النهاية جب لك الكيزان وما تعرف جب لك الجماعة ديلي لا لا ديل ما يهم ده ما الإسلام الصحيح تلو مشاق قريت الإسلام الصحيح بتفهم الحاصل فبعدين نحن برضو بنفتح فرصة للجماعة ديل للعلمانين ديل يجو داخله وما في حاجة بس كلام علمي الله قال والرسول قال نقد علمي فديل من الناس اللي بيصرف الناس أيضا من عبادة الله سبحانه وتعالى كذلك من الناس يا أخواننا اللي بيجعلوا أكثر اهتمامهم بالدنيا وكذا وبيصرف الناس عن التوحيد وكذا الإخوان المسلمين وذلك يا أخواننا هم الناس اللي بيجوزوا الخروج على الحكام المسلمين زي تنظيم الدولة الإسلامية عابي العراق والشام المختصرة في قولك داعش وكتنظيم القاعدة اللي كان عابي رئاسة أسامة بلادن ويتوفى وهسي ماسكو أي من الظواهر وكتنظيم ما تعرف حركة بوكو حرام وما تعرف حزب التحرير ناس الخلافة ديل وديل بينتهجوا منهج بتاخل خوارج ساكن هم لو دارين يقبقوا الدين الدين ما هو الحاجة إلا تمسك الكرسي ما هو الحاجة إلا تمسك الكرسي الدين هو الحاجة تشتغل دعوة تبدأ كما بدأ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله سبحانه وتعالى أول حاجة قال للناس قال للناس نحن نمسك الكرسي نمسك الملوك بتاع مكة وبعد ذاك نحن نشتغل أول حاجة بدأ توحيد بدأ بتصحيح العقيدة ليه أخواننا؟ لأنه أخواننا العقيدة لما تصلح بعد ذاك الإنسان بيصلح تلقائيا من صلاح العقيدة والناس اللي بيجوزوا الخروج على الحكام المسلمين ديل ما عندهم أي دليل وإنما الحجة ضدهم ذات الخروج على الحكام المسلمين دا أخواننا حرام ما بجوز الدليل شنو؟ ربنا قال يو أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وفي صحيح الإمام مسلم في كتاب الإمارة عن أبي سلام قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قلت يا رسول الله إِنَّا كُنَّا بِشَرٍ يعني في الجاهلية والجاهلية شر فجاء الله بخير يعني الإسلام فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير من شر؟ بعد الخير اللي نحن فوده بيجي تاني شر فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقلت هل من وراء هذا الخير من شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقلت يا رسول الله هل من وراء هذا الخير من شر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثلاثة مرات خير يجي بعد شر الشر يجي بعد خير الخير يجي بعد شر هديف بن اليمان رضي الله عنه قال وقلت كيف ذلك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعدي أئمة يعني أمراء وحكام وملوك لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنة قال وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس عشان ما في واحد يجي وقل لك النازل أسفوا البلد وما تعرف كملوا الدهب وخربوا الزراعة وبوزوا علينا الأرض وكده النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا ليك بأحسن الأوصاف حذيف بن اليمان رضي الله عنه قال وكيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك فنبي صلى الله عليه وسلم قال له تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع تدين إنه يا أخواننا الخروج على الحكام المسلمين ما بجوز والليل الناس اللي بيجوزوا الكلام ده يقول لك الربيع العربي وما الربيع العربي الناس جنت شنو جنت شنو نحنا ما شفنا ربيع عربي نحنا شفنا دماء بتاعت مسلمين أهرقت وأعراض بتاعت مسلمين انتهكت ومتاجر بتاعت ناس ها سرقت وطرنبات بتاعت بنزين وجاز أحرقت وأعظم من الكلام ده يا أخواننا ها شرد الآلاف من أوطانهم ناس كبار يا كبار في السن الواحد منهم ما قادر يأكل ويشرب يموت في الشارع وما تعرف النساء والأطفال ها يتعرضوا لما يتعرضون له فيأخواننا ده بالعقل ساكت ما بيستقيم فدي أخواننا كانت ها بعض الأحزاب اللي بتخرب عقايد الناس سواء كانت في العقيدة أو في القانون أو في غير من المناهج تحت الحياة وأنا أفتح فرصة لمتحدث من بعد هذا والله وعلم واجل وحكم صلى الله وصلاه ونحن